أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما يوحى إليه كانت أمور غريبة تحصل له كان يرى الرؤية في المنام فتحصل له كفلق الصبح يعني مثل النهار يشوفها من شدة ما هي واضحة مثل الرؤية اللي يراها تقع له هكذا كانت تهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام في شهر من الشهور كان يحبب إليه الخلاء في غار حراء آخر فترة قبل البعثة قبل ما يسل عمره 40 سنة كان يحبب إليه الخلاء يقعد بروحه في غار حراء يتعبد ربه يحنث فيه ويتعبد ربه وفي مرة من المرات كان طبعاً ما ينزل إليه يتزود بالطعام ويروح يجيب لأكل ويجلس الليالي ذات العدد مرات يظل شهر كامل وهو جالس في ذلك الغار إذ دخل عليه جبريل عليه السلام فقال له اقرأ وكان النبي أمياً قال ما أنا بقارئ فضمه ضمه ضمة شديدة غطه ثم تركه فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فضمه مرة أخرى ثم تركه فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ ثلاث مرات فلما انتهى قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلقه هنا بدأ النور ينزل في الأرض هنا بداية الوحي هنا بداية سعادة البشر هنا بداية الخلاص للبشرية التي عاشت في ظلام لقرون هنا أول الكلمات هنا أجملها هنا كلام الله بدأ هنا مرحلة جديدة في عالم البشر هنا حفرت السماء اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما أجملها من كلمات ما أعظمها من معاني بدأية خلق الإنسان وعلمه بالقلم ويقول له اقرأ وهو ليس بقارئ يا الله كان موقف عظيم بعد ما انتهى هذا الموقف وذهب جبريل أسرع النبي إلى خديجة وهو خائف فأرسلت به إلى ابن عم لها ورق ابن نوفل كان عنده علم في الكتاب كان موحدا عنده شيء من الإنجيل بقي على الدين الصح وكان قد عمي فقال له ورق يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما عندك شلي صار فأخبره بالخبر لنحن معارف النبي صلى الله عليه وسلم شلو القصة الآن وشلو صار ومن هذا فقال له ورق هذا الناموس الذي أنزل على موسى نفس الملك الذي كان ينزل على موسى يعني إيش يعني أنت الآن مبعوث ثم قال له ورق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجوك قومك يا ليتني شباب قوتي وهم يطردونك قال أوى مخرجيهم يحبوني كل مكة يحبون محمد عليه الصلاة والسلام يسمونه الصادق الأمين لما يختلفون يروحون له أوى مخرجيهم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أول الكلمات اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم حifiers وربك تعالين خلق الإنسان